اشتركوا في القناة من ضبط كمية معتبرة من الادوية المحضورة قادمة من دولة مجاورة وكشفت بعض المصادر الموريتانية بان الشاحنة كانت تحمل ترقيم جزائرية واضافت ذات المصادر ان هذه الادوية كان اصحابها يحاولون العبور بها الى نواكشوت وانه تم توقيف الشحنة وصائقها في مقر فرقة الدرك بيروسو والبحث جار عن مالك الشحنة حتى يتم القبض عليها ويقدم للنيابة العامة واشار نفس المصدر حسب الوكالة الموريتانية للانباء الى ان هذه الادوية خاصة اساسا بزيادة الوزن وتسبب العديد من الامراض الفتاكة نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء